قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي لها أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلامة وكرر رئيس كوريا الجنوبية دعواته إلى الجارة الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية واسعة النطاقة دعوة كوريا الجنوبية تزامنت مع اطلاق كوريا الشمالية صاروخ كروز وفق ما أفادت وزارة الدفاع في سيول وهو أول اختبار أسلحة تجري بيونج يانج منذ أسابيع وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس بريس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز على البحر الغربي من أنشون في مقاطعة بيونجان الجنوبية مضيفا أن السلطات العسكرية الأمريكية والكوريا الجنوبية تقوم بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة تحليقة موسيقى 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 موسيقى